درجات الحرارة. ملحق. العزمة والصغرى. اه. معينش وسؤال بس انا عايز ايه العزمة غير صغرى. لا طبعا وسؤال لاني الناس بساني فيه كتير جده. يعني ايه عزمة يعني صغرى. اه يعني. عزمة يعني اعلى درجة حرارة بتسجل خلال اللي 14 ساعة بتاعت اليوم. اوكي. تتوقعها تكون امتى? امتى? لا انت اللي تقولي. لا اي فانا ما انا. الشمس اكتر فترة ليها امتى? ما احنا قلنا ان السبب هي الشمس. ايه بس. يبقى اكتر فترة بتطلع فيها الشمس يبقى الحرارة العزمة بتسجل فيها. ليه ساعتين وضوه. اه بصبت. يبقى دي اعلى درجة حرارة بتسجل لساعتين وضوه. اللي هي لقولي العزمة. طب الصغرى بتاعتها. الصغرى. الصغرى. اقل درجة حرارة بتسجل. طبها تكون امتى بقى? هتكون بالليل متأخر هيه قبل الفجر. اللي هي بتبقى ساعة من بين الساعة تلاتة للساعة اربعة. دي العزمة ودي الصغرى. يعني الصبح وبالليل? بس صبت كده. اه. يعني اللي برضو بيأثر علينا كلنا بيأثر على كل بيت مصري. اه طبعا. اه طبعا. تأكد من ده درجات الحرارة. هل فعلا بتكون صحيحة? لان احيانا بنبص كده بالليل يقولونا في نشطة الاخبار بكرة ان شاء الله درجة الحرارة المتوقعة العزمة تلاتة وعشرين. اه. نوم الصبح نلاقي درجة الحرارة مثلا حداشر. طيب. يعني الفرق كبير اولي. هل ممكن يحصل تغيرات فعلا يعني بعدما. لا 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 لا. استحالة في التوقتات دي. نسبة الخطأ تتجاوز واحد في المية. واحد في المية وانا بقولها وانا المسؤولة عن التنبؤات والتحاليل. ليه? لكن الاحساس بيختلف. خليكي حضرتك انتي النهاردة جيتي رحتي واكلة واجبة دسمة. دسمة. وتحركتي. هتحس انك ايه? حرانة. اه. طيب ما تكليش. بردانة. بردانة. ايه السبب? بتجاوز تغير? ما هو انتي هو انتي. والهوة هو الهوة. اذا حركة الانسان هي اللي بتعطي الاحساس بالحر او البرد. اذا. هرجع بقى هرجع بقى هرجع بقى ايه? اوكي. اذا بقى الاحساس الدرجة الحرارة هي احساس. بمعنى ايه? ما نقول درجة الحرارة هي 22 درجة. اه على سبيل انسان النهاردة العظمى 20 درجة مقوية. فعلا لو مشيت في الظل. وبعيدة مع اشعة الشمس. اه. وفي منطقة خضرة زي هنا. احنا بقيس درجة حل الهوة. استيها هتلاقيها هي العشرين درجة درجة. بس يعني انا برضو لو قمت الصبح وكنت بردانة الدنيا مش هتمطر. لا المطر حاجة. دي مطر دي زاهرة. اه. لا المطر دي زاهرة. تعالي نقول. المطر دي زاهرة. لو جينا وقلنا امطار خفيفة على مناطق من القاهرة. انا انا بقولها امطار خفيفة على مناطق من القاهرة. ممكن تمطر في الجيزة. ما تمطرش هنا هو. في الجزيرة في الزمان. صحيح رب. طب انا هحكمها ازاي. لكن انا بقول مناطق من القاهرة. ده بيبقى مطر خفيفة. لعلي بقى زي المطر الحصل. المطر الحصل من اسبوعين. بارء ورع. ده حصل على القاهرة كلها. ومحافظات الوجه البحر. صحيح. اذا بتتوقف على السحابة. لما يبقى سحابة قوية من صور الاقمار الصناعية. انا كنت يعني عندنا صور الاقمار الصناعية واجهزة على المياه حديثة جدا. بنقدر نقول امطار غزيرة ورعضية على المناطق الفلانية والفلانية والفلانية. طب يا فندم. انا عندي برضو تساؤلتين. ساعد بنلاقي مسلا على الويب سايت. ممكن ان توقع الحرارة يوم مسلا الخميس اللي جاي. هل ده ممكن يحصل؟ طب كويس. قال حضرتك. يعني احنا بنرسل جميع يوم. النهاردة بص حضرتك. بيطلع مسلا شركة من شركات الاتصالات عشان يلمي فلوس. ويقولك لو عاوزة تعرفي درجة الحرارة. قال اتصلي بالتليفون رقم كزا. وهو ما عندوش رصد لها. ولا يعرف في رصودها. لا لا كمان بس يعني الناس بتعرف كمان اسبوع. ما انا هقول لها حضرتك. فايزا في ويب سايتس بتحط كده عشان تاخد منها مصالح مادية. يعني فان مش قائل الرصد بيتم يوم بيوم. ما انا هقول لها حضرتك اهو. صدر. يا واحدة. ديني فرصتي. والله بدي حارف فرصتك والله ده انا بس عشان انا اوضع. يا ابو انا اعرف. لا اتعرف. في فرق بالرصد والتنبؤ. الرصد انا برصد دلوقتي. برصد دلوقتي ان عالي قضي بيتكلم. حضرتكم بتتكلموا. التوقع ان بعد مخرج من استيديو هتنقمش انا اتجاه. هو ده التوقع. احنا عندنا امكانية الرصد والتوقع. اللي هو التنبؤ. التنبؤ بقى اقدر اتنبأ وبدقة عالية حتى في اسبوع قادم. تحديدا اربع ايام. طب لعدي الاربعة ايام. انا ليه غاية عشرة ايام. ممكن اتوان بقى بيه. بس المصدقية هتقل. يعني انا ما اقول ما امشي من هنا. المسافة من هنا لغاية عشرة دقايق. هابقى متأكد من الخطوات بتاعته. طب لو ما امشي نص ساعة. اكيد الممكن الطاقة عندي تقل. اكيد الممكن يطلع حاجات تانية. وهكذا. فأديراتكو سافية ما فيش حاجة بشيء مؤكسة الا لو كانت تانية. لا هي موجودة ولكن بيتدخل عامل تاني. عشان كده افضل تنبؤ يدينا مصدقية تصل لخمسة وتسعين في المئة تزييب. هو ان لغاية اربع ايام. لكن بعد كده احنا عادين دلوقتي اقولك يوم الجمعة النهاردة ايه? صعب ان احنا. لا يوم الجمعة اقولك في جو كويس وفي صحوب وهيبقى في كذا. لكن دقة عشان اقولك المطر وهيبقى مطر نزبيته قد كده. وفي المنطقة الفنانية هتلاقي الكلام ده آآ آآ لقابليها بتلات يام. دكتور كده. الاعلام صف عامة مش قناة ان دينا فرصة ان احنا نوضع لان الثقافة دي. طبعا عند الناس قليلة. انا تعلينا والله معنا كمان نهاردة. انا هقولك على حاجة البلء والراحة ده اللي بيحدث ده. المفوض الناس لما يحدث بالراحة ما تمشيش فيه. الناس بتمشي ومبسوطة منه. لا طبعا. لان ده عبارة عن شحنات تهربائية. لا حدش بي حذرنا منها. احنا بنقول احنا بنقول انا بقول لحضرتك اهو ما هو ما فيه فرصة بهتكلم. لكن هي المشكلة بتيجي في النشرة. والمخرج بيبقى ولاية دي اتين اتنين. بقول لك ايه? خلص. عشان فيه كزا عشان فيه كزا. والاحداث الجارية مغطية على كل حاجة. طبعا. دكتور عيه احنا بنشكر حرارتك جدا. نشكرك على كل يعني المعلومات المهمة جدا ان احنا استفدنا بيها النهاردة. شكرا لحضرتكم. نشكر حرارتك جدا. وبنتقل الفاصل وبنكمل معاك وباقي فكارات نهارك سعيد.